إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا والعود أحمد حللنا أهلا ووطأنا سهلا يا هلا بكم يا هلا يحني على الوسط يا أستك إذن دائما في الميدان يحميدان وفي الميدان يعزل المرء أو يغان إذن فعلا هذا الحراك دي البعد 5 أكتوبر يسموه حراك بين مزدوجتين كان له فضل كبير في تجويد العرض المادي من ناحية المادية وتجويد بعض الملفات ولكن من تنجو التوزيع التوزيع إلى هذه الغانمة أشتلقوا؟ تلقوا بأن الفئات اللي كانت أصلا استفدت واللي كانت تستفيد من التعويضات التكبيلية والتعويضات عن المهام وفق النظام ديالتعويضات اللي دائما يكونوا مصاحبوا ومواكب لأي نظام أساسي فالنظام الأساسي لجاء ارتفاق منتصف الليل جوز سيفر جوجت من مية وربعة وخمسين ونظام التعويضات مباشرة كان جوز سيفر جوجت من مية وخمسة وخمسين إذن هادو بجوج همون لدارت فيهم مراجعة وفعلا نظام ديالتعويضات الآن مقرون ومصاحب ومواكبون للنظام الأساسي المرفوض المعدل الآن الذي سينشر في الجريدة الرسمية بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي وفعلا غد يكونوا دائما بجوج مصاحبين النظام الأساسي نظام التعويضات إذن في السابق هاد الأساسي إذا لم يكنوا يستفيدوا من هذه التعويضات التكملية وتعويضة عن المهام تنشوفوا بأن هادوك اللي استفدوا يعني الإداريين بصفة عامة متصرفة ونسناد ومسلاك كان توجيه والتخطير المستشاري توجيه إلى آخرين مفتش وهلهم مجرى ومن اللي عودتين استفدوا في حين أن الأسرة التدريس التي خاضت هذه النضالات كان لها الفتات كان لها الفتات يعني واحد يناضل والآخر يأكلوا الشوك بالفم ديالو للأسف الشديد الأسادي ذخاء يعني كان الجزاء ديالهم هو التوقيفات 545 توقيف في حين أن الإداريين ومن يدورون فلكهم تحسنت لهم الأوضاع مرة تانية وحتى الميلف دي الخارج السلم اللي كان هو سبب هذا الحراك لأن بكل بساطة من يفرشهم الوزير وقال لهم راه ميلف واحد لقد متوا لي النقابة وهو خارج السلم هذا هو اللي خلا يعني حتى النقابات تنقلب على بن موسى في مرحلة ما وتصطف إلى جانب الحراك اللي من بعد خطة استراتيجية دور مية وعشرين في حين أن هذا الحراك لنا فيه رأي آخر يعني رأى كل شي كان رقب على هذا الحراك لأن حتى الحكومة لها أهداف أخرى يعني من أجل إطارة الانتباه ديالسندوق النقد الدولي بأن هناك احتجاجات إلى آخره وبأن هذا الإصلاح ترجمة نانسي قنقر